بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء للطلاب والطالبات في درس اليوم من مادة رغتي للصف الثالث تهيل فكري اليوم درسنا عن تعبيري سنتعرف إن شاء الله في درس اليوم عن مجموعة من المهارات أيضا نتابع ما أخذنا في الدرس السابق لكن قبل أن نبدأ لابد دائما أن نلتزم بتعليمات الدرس حتى نتمكن من تعلم المهارات بشكل صحيح أريد منكم فقط أن تلتزموا بتعليمات الدرس الانتباه والالتزام بالهدوثنا المتابعة مع المعلم التواجد في مكان هادبه ضاوة تهوية مناسبة وجود أحد أفراد الأسرة البالغين حتى يساعدنا في عملية التعلم درسنا هو عن طريقة التعبير عن أنفسنا كيف نعبر عن أنفسنا عن المواقف التي تمر علينا كيف نعبر عن الأشياء التي نحبها ما هي الطريقة المناسبة للتعبير عن النفس هذا ما سنتعلمه في درس اليوم إن شاء الله طيب نعبر عن أنفسنا معناة أن نستخدم كلمات هذه الكلمات تصف الأشياء التي نحبها أو نشعر بها مثلا عندما أنا أحب لعب كرة القدم سأستخدم كلمات أعبر فيها للآخرين أخبر الآخرين أني أحب لعب كرة القدم فأقول جملة مناسبة تصف هذا الشعور إذن التعبير عن النفس مجموعة من الكلمات نستخدمها تصف أو تعبر عن ما نشعر به أو المواقف التي نريد أن نصفها هذا هو معنى التعبير عن النفس كيف نصف ما نشعر به يعني الآن أنا جائع كيف أخبر أمي أني جائع لابد أن أستخدم مجموعة من الكلمات حتى تعلم أمي أني جائع وأريد أن أتناور الطعام طيب أنا أريد أن أذهب مع أصدقائي للعب كرة القدم كيف أخبر أبي أني أريد أن أذهب للعب كرة القدم مع أصدقائي إذن الجملة التي نستخدمها لإخبار الآخرين بما نشعر به هذا هو التعبير عن النفس فقط يجب أن نستخدم كلمات صحيحة مثلاً عندما أكون جائعاً أستخدم كلمة مناسبة أو جملة مناسبة عندما أريد الذهاب للعب كرة القدم أيضاً أستخدم جملة مناسبة طيب الأسلوب الذي نستخدمه عندما نريد أن نعبر عن أنفسنا نستخدم الضمير أنا اللون الأحمر ونضعه في الجملة في الجملة التي نريد أن نعبر بها عن أنفسنا فمثلاً أنا جائع أنا أخبرت الآن أمي أنني جائع أريد تناول الطعام أو أنا أحب مدرستي أنا الآن أخبرت بشيء داخلي أنا أحبه استخدمت الضمير المناسب أنا للتعبير عن النفس وأيضاً الجملة التي تتناسب مع ما أشعر به إذن لابد أن نتعلم كيف نعبر عن أنفسنا بشكل صحيح تذكرون في درس التقدم للوظيفة لأخذناه سابقاً قلنا مهم جداً أن نعرف كيف نعبر عن أنفسنا نخبر الآخرين بالأشياء التي نحبها مهاراتنا مواهبنا هذا الدرس يساعدنا على تعلم هذه المهارة عندما أريد أن أخبر الآخرين بشيء أنا أحبه أو أشعر به أستخدم دائماً الضمير أنا عندما أريد أن أتكلم عن نفسي ثم أضعه في جملة مفيدة أنا أحب مدرستي أنا أحب أن أقرأ الكتاب أنا أحب مادة لغتي وهكذا طيب الآن لدينا جملة وصورة هذه الصورة ماذا يوجد فيها؟ ولد ماذا يفعل؟ تناول وجبة الإفطار طيب أنا أريد الآن أن أستخدم الجملة أمامكم أريد أن أعبر عن نفسي أخبر والدتي أنني أحب وجبة الإفطار طيب الجملة المناسبة أولاً أستخدم الضمير المناسب الضمير المناسب هنا أنا لأنني أتكلم عن نفسي أنا أنا عندما أتحدث عن نفسي سأقول ماذا؟ أنا أنا هذا ضمير عائد أو ضمير للمتكلم أنا من ضمائر المتكلم طيب أنا أحب وجبة الإفطار طيب هل هذه جملة مناسبة للصورة؟ جملة صحيحة معبرة وكذلك استخدمت فيها عبرت عن نفسي أخبرت الآخرين بشيء أنا أحبه طيب أريدكم العانة ما من الجملة؟ أريدكم أن تقوموا بتكرارها خلفي أنا أحب وجبة الإفطار أنا أحب وجبة الإفطار طيب لو استبدلنا وجبة الإفطار بشيء آخر نحن نحبه مثل كرة القدم مثلاً أنا أحب لعب كرة القدم مع أصدقائي إذن أنا الآن استخدمت جملة مفيدة معبرة عن نفسي عن شيء أنا أحبه إذن هذا هو الأسلوب الذي نستخدمه عندما نريد أن نعبر عن أنفسنا بشكل صحيح طيب المدرسة أريد أن نعبر عنها بضمير باستخدام الضمير أنا نكون جملة مفيدة نعبر فيها عن أنفسنا باستخدام الضمير أنا ما هو الشيء الذي نحبه في المدرسة؟ نحبه أن نذهب إلى المدرسة؟ طيب أنا أحب الذهاب إلى المدرسة؟ أنا أحب أن ألتقي بأصدقائي داخل المدرسة؟ أنا أحب أن ألعب مع أصدقائي داخل المدرسة؟ طيب أنا أحب مدرستي الجميلة طيب الآن أنا استخدمت جملة مفيدة معبرة باستخدام الضمير أنا للتعبير عن النفس أنا أحب مدرستي الجميلة أنا أحب مدرستي الجميلة هذه الجملة تعبر عن شيء أنا أحبه أحب المدرسة إذن أنا أستخدم هذا الضمير أنا أخبرت الآخرين الآن بأنني أحب المدرسة بأنني أحب المدرسة طيب إذن هذه جملة مفيدة ومعبرة كذلك طيب الآن لدينا علم المملكة العربية السعودية أريد أن أكون جملة موجودة هذه الجملة لديكم في الكتاب طيب عن حبي هذا العلم سأستخدم الضمير أنا 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 أحب أنا أحب علم بلادي وأعتز به أين هو الضمير أنا في بداية في بداية الجملة أنا أنا أحب علم بلادي وأعتز به الآن أنا أعبرت عن شيء أنا أحبه مثلا في اليوم الوطني خرجت في الإذاعة المدرسية أريد أن أكون جملة تعبر عن حبي للوطن سأستخدم جملة مثل هذه الجملة أنا أحب علم بلادي وأعتز به أنا أحبه وطني المملكة العربية السعودية إذن أنا الآن وصفت شعوري وصفت شيء أنا أحس به تجاه وطني أو تجاه علم بلادي إذن أخبرت الآخرين بهذه المعلومة عني فأنا أعبرت هنا عن نفسي إذن استخدام سلوب التعبير عن النفس أستخدم أولا ضميرا مناسبا مثل الضمير أنا ضمير للمتكلم المفرد أنا أحبه ثم أكمل أكمل الجملة بالشيء المناسب الذي أحبه أو أفضله كذلك ممكن أن أخبر الآخرين بشيء يزعجني مثلا أو يضايقني أنا لا أحبه طيب يعني ممكن أن أستخدم التعبير عن النفس في الأشياء التي أحبها كذلك أستخدمه في الأشياء غير المفضلة لدي أشياء التي تضايقني أو تزعجني ممكن أن أستخدم فيها أيضا الأسلوب عن التعبير عن النفس إذن لابد أن نتعلم هذا الأسلوب حتى نخبر من حولنا بالأشياء التي نحبها وكذلك الأشياء التي لا نحبها أو تضايقنا أيضا مفيد التعبير عن النفس عندما نريد أن نعبر للآخرين عن حبنا لهم مثل أنا أحب أبي أنا أحب أمي أنا أحب أفراد أسرتي أنا أحب أختي إذن لابد أن نستخدم هذا الأسلوب للتعبير عن مشاعرنا دائما نتعلم أن نخبر الآخرين بالأشياء التي نحبها طيب الآن الجملة لدينا والصورة كذلك طيب الصورة موجودة للعائلة أريد أن أخبر عائلتي أنني أحبهم في جملة مفيدة أريد أن أخبر عائلتي بأنني أحبهم ما هي الجملة المناسبة؟ أنا أحب عائلتي أنا أحب أمي وأبي أنا أحب إخوتي إذن نستخدم الجملة المناسبة التي تخبر الآخرين بمشاعرنا تجاهه طيب الآن نريد أن نقرأ الجملة سويا أنا أريدكم أن تقفوا أمام الشاشة طيب استمعوا إلى الجملة مني ثم أعيدوها خلف المعلم حتى نتمكن من استخدام الأسلوب المناسب في التعبير عن النفس أنا أحب أسرتي أنا أحب أسرتي وأحرص على صلة الرحم أنا أحب أسرتي وأحرص على زيارتي أقاربي أنا أحب أسرتي حسنتم إذن هذا أسلوب التعبير عن النفس وهو الأسلوب الذي نتمكن فيه من إخبار الآخرين بمشاعرنا تجاههم طيب الآن نريد أن نعبر نصف هذه الصورة بجملة ها أنا أحب القراءة أنا أحب أن أقرأ أنا أقرأ كتابي المفضل إذن الآن أخبرت الآخرين أيضا بشيء أنا أقوم به أخبرت الآخرين بشيء أنا أقوم به لابد دائما عندما نريد أن نعبر عن أنفسنا أن نستخدم ضميرا مناسبا وهو الضمير أنا عندما أريد أن أتكلم عن نفسي كذلك أستخدم الجملة المناسبة التي أصف بها ما أشعر به أنا أحب أسرتي أنا أحب مدرستي إذن لابد أن أستخدم ضميرا مناسبا ثم أكمل بالشيء الذي أشعر به مع التدريب سنتمكن من إتقان هذه المهارة أتمنى أنكم استفدوا من الدرس شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته